مثلا نشينا قارورة ما ونلقى فيها مثلا رقم واحد أو نلقى فيها وهي رقم ستة أو رقم خمسة هذا مشكل كبير يا محمد مشكل يضمن هذا وش يضمن على هذه غزاء الأسواق بتاعنا غزاتها بعض الأنواع المقلدة غير مراقبة نعم لأنهم تمر بعضها يمر عبر قنواتها غير رسمية ونك من يصنع في مصانع والديزاتوليين ما هيش مراقبة وتعطينا وديرنا خطر كبير وما هدفهم مادة فقط لأنه تكلفة تاعزاهدة ويصنعوا به أشياء ممكن موجهة للتجميد ولا لحفظ الأغذية وهذا هو الأخطر يعني من مفروض العلب اللي تكون موجهة للتجميد مثلا تكون فيها المثلث اللي في الأسفل اللي يكون فيها رقم خمسة ويكون أيضا خالي من بعض المواد السامة اللي قلنا عليها كاين ثلاث مواد اللي يتعتبر من أخطر المواد اللي موجودة في البلاستيك وتقدر تنتقل الجسم الإنسان الحاجة الأولى هي الديوكسينات والحاجة الثانية اللي هي الفطالات وهذه الفطالات تزيدوها البلاستيك باش يعطوه الواحد المرونة ويقدروا وحتى اللون التاع ويتحسن والشفافية وكاين أيضا البيسفينول A وهذا أيضا خطير جدا وننصح المشاهدين أنه لما يشتريوا العلب اللي يقوم بحفظ فيها الأغذية اللي بورت موزي وإحنا رانا على مقربة شهر رمضان وإن العائلات يقوموا بتجمية عديد من الأغذية نتأكد لما نشري العلبة نلقى فيها ايتيكات الداخل فيها النوع تعل بلاستيك فيها يستعمل الميكرواند أو لا ونلقى أيضا شعار دائرة مكتوبة فيها خالي من البيسفينول A هذا البيسفينول A لما يدخل الجسم الإنسان يشبه للهرمونات معناها يخدع الجسم على أساس أنه هرمون ويأثر بزاف على العمل تاع الهرمونات وكما نعرف هي الهرمونات يعني معادلة دقيقة في الجسم تاع الإنسان أي خلل فيها رح تختل الوظائف